السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم قوة وشدة الزيزال La magnitude de la intensité du season إذن لمعرفته الفرق بين قوة الزيزال وشدة الزيزال سنقوم ببعض الأنشطة إذن المطلوب منا كمرحلة أولى أو كخطوة أولى أن نحدد قوة الزيزال المفترض إذن لدينا هنا اختيارات فيما يخص قوة الزيزال نقطة ثانية نحدد عمق الزيزال كذلك لدينا اختيارات فيما يخص العمق بطبيع الحال نقطة ثالثة في كل مرة نحدد الزيزال ثم نسجل ملاحظة على سطح الأرض رابعا نغير عمق الزيزال مع المحافظة على نفس قوة الزيزال ثم خامسا نستنشج العلاقة بين كل من قوة الزيزال عمق البقراء عمق الزيزال اعتدل ثم شدة الزيزال إذن نبدأ بالمرحلة الأولى إذن في هذه الحالة سنختار قوة الزيزال خمسة على سلم ريشتر كما سنلاحظ بضبط حال فيما يخص العمق سنختار عمق كبير نعم 400 كم إذن لدينا هنا كما تلاحظ قوة الزيزال خمسة على سلم ريشتر عمق البقراء 400 إذن نحدد الزيزال لاحظوا معي تأثيروا على سطح الأرض كان ضعيفا بطبط حال بحيث كما نلاحظ بناية لم تنهار لم نسجل أي شقوق على هذه البناية إذن نعيد مرة أخرى دائما سنختار كشدة الزيزال خمسة لكن في هذه الحالة فيما يخص العمق سنختار فقط عشر إذن لاحظوا معي فيما يخص الحالة الثانية إذن قوة الزيزال خمسة على سلم ريشتر عمق البقراء عشر فقط نحدد الزيزال لاحظوا كان تأثير هذا الزيزال على سطح الأرض بطبط كان أكبر العمارات لم تنهار بناية لم تنهار وإنما أصيبت بشقوق كما نلاحظ نعيد مرة أخرى ولكن في هذه الحالة سنختار كشدة قوة الزيزال تسع درجات على سلم ريشتر إذن فيما يخص العمق سنختار عمق كبير إذا لدينا هنا 400 كم إذن نقوم بإذن كما أشرت قوة الزيزال 9 على سلم ريشتر عمق البقراء 400 كم نحدد الزيزال لاحظوا معي كذلك تأثيره كان ضعيفا على سطح الأرض رغم أن قوة الزيزال كانت تساوي 9 9 رقم بطبع فيما يخص سلم ريشتر فهو رقم مرتفع لكن بما أن العمق كبير كانت تأثير 400 كم كانت تأثير هذا الزيزال على السطح أي كان شدته شدة الزيزال على السطح كانت بطبع حال نسبيا ضعيفا نعيد مرة أخرى في هذه الحالة سنختار دائما 9 على سلم ريشتر كقوة الزيزال لكن فيما يخص العمق سنختار عمق قريب من السطح 10 فقط إذن فعلا إذا لدينا هناك قوة الزيزال دائما 9 عمق فقط 10 نحدد الزيزال لاحظوا تأثير هذا الزيزال على سطح الأرض إذن شدته على سطح الأرض كانت شدة كبيرة جدا كما نلاحظ نهيار كل للبنايات كما تلاحظون معي إذن ماذا نستنتج فعلا كما أشرنا إلى ذلك أولا كلما ازدادت قوة الزيزال كلما ازدادت شدة الزيزال رغم المحافظة على نفس العمق ربما تبين لكم ذلك ثانيا شدة الزيزال تزداد كلما نقص عمق البؤرة ربما تبيننا ذلك كما أشرنا إلى ذلك قبل الحظات رغم المحافظة على نفس قوة الزيزال إذن عمق البؤرة يلعب دورا في شدة الزيزال ثالثا قوة الزيزال تابتة بينما شدة الزيزال تتناقص كلما ابتعدنا عن المركز السطحي إذن نقارن بين قوة الزيزال وشدة الزيزال قوة الزيزال تقاس بواسط سلة مرشتر والذي يتكون من درجة غير محدودة ويمثل كمية الطاقة المحررة على مستوى بؤرة الزيزال أكبر قوة الزيزال سجلت لحد الآن هي 9.5 على سلة مرشتر أما في ميخص شدة الزيزال فهي تمثل قياس تأثير الزيزال على المحيط أي منطقة معينة واقصد بذلك الخسائل المادية والبشرية الملاحظة ويقاس بواسط سلة MSK الذي يتكون من 12 درجة شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله